المنقوش معك أنا رئيفة مرحبا مواقف كتير من مر فيها بحياتنا اليومية منعبر عنها بالأمثال ومن هاي الأمثال المثال يلي بيقول بين حانا ومانا ضاعت لحانا وبينقال وقت الواحد بيسعى لا يرضي يلي حواليه وينسى حاله وبيكتشف بالأخير انه هو يلي كان خسرا فيا ترى مين هدول حانا ومانا ومن وين اجت قصة هالمثال بيقولوا انه من زمان كان في رجال عنده لحية طويلة هاللحية فيها شعر أسود وشعر أبيض بيوم من الأيام اتزوج مانا هي ست عمره حوالي خمسين سنة والشي بمعبي راسه وبعدها تزوج مرة تانية من صبيه اسمها مانا مانا هالصبيه العشرينية كان شعره أسود مثل سواد الليل وطبعا متل كل الضرائر ما كانوا حانا ومانا متفقين وكانوا مختلفين حتى على لحية زوجهم مانا بدياها بيضة لحتى ما يبين أصغر منها وحانا بدياها سودة حتى ما يبين أكبر منها وكان هالرجال يقضي ليلة عند حانا وليلة عند مانا وكل ما راح عند حانا الصبيه تقعد تنقيله من لحيته الشعر الأبيض وتقاله لازم ما يبين الشعر الأبيض بلحيته لحتى يبين شاب صغير بس لما كان يروح عند مانا الزوجة الخمسينية كانت تقعد وتنقيله الشعر الأسود وتترك الشعر الأبيض بحجة إنه لازم يبين عليه الوقار والاحترام وهالشي بيبين بالشعر الشايب واللحية البيضة وضل الزوج على هاي الحالة يمد من الزمن حانا تنتف من لحيته الشعر الأبيض ومانا تنتف من لحيته الشعر الأسود وبيوم من الأيام اطلع بشكله على المراية فشاف منظر بيخوف لحية من التفن الصفاضي فعصب عليهم ومسك لحيته وقال مقولته الشهيرة بين حانا ومانا ضاعت لحانا اشتركوا في القناة